أفدت وسائل أعلام إيرانية بأن قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي زار سفير إيران في بيروت بمستشفى في طهران بعد إصابته جراء تفجير أجهزة الاتصال في لبنان هذا وأعلنت السفارة الإيرانية في بيروت نقل السفير وتسعين شخصا من الجرحة لتلقي العلاج في إيران لطالما رددت إيران وموالوها نغمة الانتقام كلما استهدفت قياداتها وعناصرها فبعد اغتيال زعيم حركة حماس السابق إسماعيل هانية في تفجير بقلب طهران ها هي إيران تتعرض لضربة جديدة بعد إصابة سفيرها لدى بيروت مشتبى أماني في تفجير جهاز اتصالات لاسلكي واعتبرتها عملية مقصودة وما إن انتهى خطاب نصر الله بعيد نكسة اليومين سرع قائد الحرس الثوري الإيراني لإبلاغه بأن إسرائيل ستواجه ردا ساحقا مراقبون للمشهد أشاره إلى أن إيران لن ترد كما العادة وستكتفي بتصريحات الوعيد والتهديد وأرجع المراقبون ذلك كون استهداف السفير الإيراني لدى بيروت ليس بأكثر أهمية من اغتيال زعيم حركة حماس السابق إسماعيل هانية على أراضها حيث مر الشهران على عملية الاغتيال دون إطلاق رصاصة أو قذيفة واحدة من إيران تجاه إسرائيل على كل المشاهدين ينضم إلينا من بيروت البحث الشؤون الأمنية والسياسية العميد خالد حمادة سيادة العميد مساء الخير أهلا نسهبك معنا في التسعة عشرة لنبدأ من حسب اعتقادك وتقييمك للأحداث الأخيرة هل سترد إيران؟ سهل خير أهلا وسهلا أنا أعتقد أميل إلى الاعتقاد أن إيران لن ترد إيران تحاول قدر الإمكان أن لا توتر العلاقات أكثر في الولايات المتحدة وهي في نهاية الأمر تريد أن تبقي على التوكيل الأمريكي الذي أعطي لها منذ العام 2003 بالقدوم إلى المنطقة والتمدد وبعد العام 2006 أصبح تهران شريكة في استقرار وأمن إسرائيل عبر حزب الله تريد تهران العودة إلى هذا الوضع وأنا أعتقد أن الولايات المتحدة تريد تغيير هذا الوضع نحو فصل جديد من العلاقات مع تهران قد لا يكون متصلا بأمن إسرائيل لذلك مناورة إيران مقيدة هذا ما تقدمه لنا كل التصريح الإيرانية من الرئيس الإيراني وإدعاء الأخوية مع الأمريكيين إلى تصريحات المرشد التي تتكلم عن التراجع التكتيكي إلى الردود الإيرانية في 13 و14 إبريل وإلى عدم الرد على إسماعيل هنية تريد إيران ترميم المعادلة مع الولايات المتحدة وفي نفس الوقت هي تستمر بدفع حزب الله للمناوشة بهذه الأسلحة التقليدية التي لا قيمة لها في المعركة ولم تدعم غزة ولكن هي تبقي هذا التوتر كي تستدعى طهران هذا إذا رغب الأمريكيون وأشركوها في معادلة أمن إسرائيل مجددا لذلك إيران لن ترد مهما بلغ حجم التهديدات وكل الردود إذا حصلت ستأتي على شاكلة الرد الذي حصل في 13 و14 إبريل بعد إبلاغ كل المعنيين في حيث تقدم طهران مجددا نعم سيادة العميد البعض يقول بأن حزب الله ربما هو يدير المعارك ومن حيث وطرتها تكتيكها على الأرض ولكن جانب التوسعة تتحكم فيه طهران أكثر وبالتالي بعد هذه الضربات الموجعة باعتراف حسن نصر الله اليوم هل لم يرد هل يعطي ذلك دفعا كبيرا ومؤشرا للجانب الإسرائيلي بأنها يمكن أن تمضي في أي عمليات أوسع وأشمل من تلك التي قامت بها هذين اليومين وبالتالي يكون حافز لديها كذلك يعني كما نقول على حزب الله هناك تقييدات إيرانية كذلك على إسرائيل هناك تقييدات أمريكية هذا ما طبعا ما منع لغاية الآن نتنياهو من أن يوجه أو أن يوسع دائرة الحرب باتجاه حدوده الشمالية هذا ما حاول إقناع أو تغيير وجهة نظر أموس هوكشتاين ولكنه لم ينجح في ذلك ولذلك أتى تفجير هذه الأجهزة التي ربما كانت تريد إسرائيل تفجيرها في موقف يمكنها أن تستثمر فيه أكثر لذلك يعني إسرائيل متحفزة لتوسيع دائرة الحرب أمريكا لا توافق وهذا يعني أن هذه التوسعة ستبقى تحترم التقييدات الأمريكية وستبقى تستند إلى نقاط القوى الإسرائيلية ومنها طبعا نقاط القوى الإلكترونية التفوق الإلكتروني والضربات الجوية لذلك نحن مقبلون على المحافظة على هذه الوتيرة من العمليات الخاصة التي ربما كما قلنا تكون أكثر ضراوة إلى أن يطرأ حادث ما تستطيع إسرائيل إقناع الولايات المتحدة به أنه قد يشكل حافزا للحرب بخلاف ذلك نحن مستمرون على هذه الوتيرة طيب ما المحددات هنا؟ ما هذا الحادث الذي يمكن أن يدفع إسرائيل بالقول وقت العملية الواسعة قد حان؟ يعني نذكر في العام 1982 قامت المخابرات الإسرائيلية بمحاولة اغتيال السفير الإسرائيلي في لندن وكان ذلك هو الشرارة التي أطلقت حرب 1982 كذلك حرب الـ 2006 التي كانت إسرائيل متحفزة لها وحزب الله متحفز لها نذكر أنه عندما خطف الجنديين الإسرائيليين من داخل الأراضي المحتلة أمهلت إسرائيل حزب الله ولبنان مدة 24 ساعة لإعادة المجنديين وانطلقت العمليات بعد 23 ساعة وليس 24 ساعة يعني نحن ندرك أنه والكل يعلم أنه الدول لا تستطيع أن تستعدل الحرب خلال 24 ساعة ربما كان خطف الجنديين يعني هو نوع من إدارة هذه الحرب أو إدارة إطلاق هذه الحرب حيث أقدم حزب الله دون أي وازع ودون أي سبب على خطف هذين الجنديين ويجب أن نذكر أنه كنا في حينه يعني نازلنا في أجواء الانسحاب الإسرائيلي ولم يكن هناك أي احتلال يعني في الداخل اللبناني إذن ذهب حزب الله ليختطف جنديين من الداخل الإسرائيلي ولا تندلع الحرب في اليوم الثاني سيادة العميد برأيك يعني هنا يقول البعض بأنه هناك فرضيتين أو سيناريوهين كلاهما أصعب من الثاني بالنسبة للجانب الإيراني إن ردت وإن لم ترد وبالتالي الأهداف الإسرائيلية والأمريكية واضحة يعني القضاء على كل ما يهدد إسرائيل كيف يمكن إيران أن تعمل هنا على تشكيل ضبط أو توازن بحيث لا تفقد مشروعها الذي تعمل عليه منذ سنوات يعني هي عملت على أصول إقليمية إن صح التعبير يعني أولا قد لا أتفق معك على طريقة طرح هذا السؤال يعني أنا لا أقول أنه إيران بين مأزق الرد وعدم الرد إيران بين مأزق أن تحافظ على أذرعها في المنطقة تحت المظلة الأمريكية أو أن يكون هناك يعني ضغط أمريكي لكي يعني يتم ترشيق هذا النفوذ الإيراني وأن لا يكون عبر يعني أذرع مسلحة هذا هو المأزق الإيراني وليس المأزق أن ترد أو لا ترد لأن كل التمدد الإيراني في المنطقة إنما تم تحت المظلة الأمريكية وبرضى الأمريكيين لأن أمريكا تريد لهذه المنطقة أن تبقى دائما على الصفيح ساخن وأن تثير كل التناقضات الموجودة فيها وندرك جميعا الدورة التي لعبته طهران في إثارة الفتن المذهبية وفي تهديد الأنظمة ومفهوم الدولة في كل العالم العربي لذلك يعني إيران ليست يعني مكون تخافي الولايات المتحدة منه على مستقبل إسرائيل بتاتا إنما الإيران تحاول أن تقول أنا أتمتع بمواصفات الشريك أو الوكيل في المنطقة وأنه أمن إسرائيل قد يكون يعني قد تكون طهران أكثر الدول حرصا على الحفاظ عليه طيب يعني سيادة العميد أنت أخذتني إلى نقطة أخرى وبالتالي هل هي بحاجة اليوم إيران إلى إرجاع هيبتها إلى إعادة بناء ثقتها ربما مع بعض منتسبها في المنطقة وبالتالي يمكن أن تلجأ إلى رد ماء يعني البعض رجح كردود هجمات سيبرانية التي كانت تقوم بها سابقا بين 2000 والأخرى وبالتالي نتحدث هنا ربما عن حرب مضادة ضمن نطاق محدود للتفاوذ بها إيران عفوا لو تعيدي السؤال لأنه قطع الأرسال نعم سألت هنا سيادة العميد بأن إيران ربما اليوم بحاجة إلى رد ماء لإعادة هيبتها لإعادة ترميم ثقتها مع بعض منتسبها في المنطقة وبالتالي البعض يرجح بعملية رد بهجمات سيبرانية بهجمات إلكترونية حرب معلومات وبالتالي هنا حرب مضادة يمكن أن تفاوذ بها طهران يعني أنا أولا أعتقد أنه الموضوع تجاوز كل هذه المناورات أو المحاولات الإيرانية ثم أنه إيران يعني لا تفكر بكيفية استعادة يعني موقعها في المنطقة أو موقعها لدى شركاءها في المنطقة أنا أعتقد أنه طهران فقط هي حريصة أن تبقي على علاقتها مع الولايات المتحدة لأنه هذه العلاقة هي التي سمحت لها بدخول العراق وبأن تكون جزءا من تكوين السلطة وهي التي سمحت لها بأن تتمدد وتدعم حماس وهي التي سمحت لها بالوصول إلى العمق السوري والسيطرة على الدولة السورية وهي التي سمحت لها بالهيمنة على لبنان لذلك المعادلة هي أو المسألة أو المأزق الإيراني هو ما هو مستقبل النفوذ الإيراني الذي تقبل به الولايات المتحدة وهذا السؤال لا تجيب عليه الولايات المتحدة التي يبدو أنها اتخذت قرار بالحفاظ على الوجود الإيراني في المنطقة ولكن ليس فيما يتعلق بأمن إسرائيل لذلك المطروح الآن هو إخراج إيران من معادلة أمن إسرائيل وكذلك هناك مسألة أخرى أنه من العام 2006 وحتى اليوم تطور النفوذ الصيني في المنطقة والنفوذ الروسي في المنطقة وعادت الولايات المتحدة لتحاول الإمساك بالمنطقة واستعادة حلفائها لذلك كل هؤلاء الحلفاء لا يمكنهم أن يقدموا أي شيء للولايات المتحدة إذا ما حافظت طهران على نفوذها في المنطقة لذلك هناك مسألة أمريكية تتعلق بالمصالح الأمريكية لا تسمح للولايات المتحدة سؤال أخير لو سمحت لسيات العميد هناك زيارة مرتقبة لبازيشكيان الأسبوع المقبلة للولايات المتحدة الأمريكية برأيك بأي مزاج سيذهب ومن أي منطلق من منطلق المفاوذ الذي اليوم هو مهزوم على أمره هو مظلوم وبالتالي لن يحتاج إلى رد ولكن يحتاج إلى تفاهم ما إلى حساب ما أم سيذهب بلهجة أخرى مختلفة يعني أعتقد أن هناك خيار واحد لدى الرئيس الإيراني هو يريد الذهاب لمحاولة تلمس ما هي السياسة الأمريكية إزاء طهران في المرحلة المقبلة وربما هذا ما سيكون يعني سيحاول تحويله ربما إلى موقف انتخابي لأنه هو الآن يستطلع يعني رأي الإدارة الديمقراطية وبالتالي هناك رهان ربما أن تعود هذه الإدارة لأن طبعا طهران هي طبعا لا تريد ولا ترغب وهي خائفة متوجسة من وصول ترامب إلى السلطة لذلك تذهب طهران لتقديم نفسها ربما بمظهر جديد وبأنها مستعدة للتعاون مع الإدارة القائمة ومستعدة للتعاون مع كاملة هارس إذا ما وصلت إلى البيت الأبيض ويعني يحاول استطلاع رأي هذه الإدارة إذا ما عادت ديمقراطيون إلى البيت الأبيض عما ستكون عليه العلاقة الإيرانية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط أشكرك جزيلا الشكر البحث في الشؤون الأمنية والسياسية العامية خالد حمادة كنت معنا من بيروت ترجمة نانسي قنقر